وإلى ملف المحاكمات حيث تستكمل محكمة الجناية اليوم محاكمات 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب أنصار الشريعة لاتهامهم بالتغطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومن المقرر أن تواصل المحكمة بجلسة اليوم فضى الأحراص وكان نائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي بإحالة 17 متهما محبوسا وستة هاربين إلى محكمة الجناية بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها التكفيري تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة